موسيقى السلام عليكم سنة 2016 كانت مليئة بالأحداث العلمية الكبيرة بعضها تاريخي بكل معنى الكلمة بل صعبة علي حقيقة أن أختصر أو أختار عددا معقولا يعني في الأول خفضتها إلى 15 حداث ثم حاولت اختصار إلى حوالي 10 أحداث ثم يعني بصعوبة كبيرة إلى ممكن 7-8 هكذا أولا هناك بعض الأحداث الجميلة وهي لم تكن لا أحداث تاريخية ولا أحداث ربما بعضها تاريخي ولكن كانت أحداث بالنسبة لنا كانت جميلة يعني مثلا رحلتنا لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس كنت ذهبت أنا والأخ خالد وزوجتي وكانت أول مرة نسعد كلنا بمشاهدة كسوف كلي للشمس في إندونيسيا بعدها كان هذا في شهر مارس بعدها بحوالي 6 شهور كان هناك كسوف حلقي للشمس لم نشاهده هنا كان جزئيا يعني لا يرى إلا بالأجهزة في النصف الجنوب من السعودية وفي مناطق كثيرة من إفريقيا هذه طبعا تحدث من حل آخر في مناطق مختلفة من العالم كانت هناك رحلات فضائية هامة جدا كبيرة مثلا وصول جونو المركبة كنا خصصنا لها حلقة ولا تزال الآن ولا تزال تدور حول المشتري كل شهرين تقريبا وتصل إليه بالقرب كثيرا وتلتقط صور كثيرة ومعطيات بيانات عن المجال المغناطيسي وغيره كانت هناك أيضا رحلة إلى المريخ رحلة مارس ريكونيسانس أوربيتر التي نجحت ولكن للأسف العربة التي أطلقت للهبوط على سطح المريخ مركبة سكابر ريلي هذه سقطت وتدمرت للأسف لم تنجح ولكن على الأقل يستفاد من العملية ما الذي حدث لأن هناك بعض سنتين هناك رحلة مشابهة بل أكبر منها للوصول إلى سطح المريخ ووضع عربة أكبر إلى آخره وطبعا كانت المركبة الفضائية روزيتا التي حطت على سطح مذنب مذنب تشوري 67P وكانت أيضا تابعها العالم في عدة مراحل منها كانت هامة جدا للأسف كان 2015 عفوا كان 2015 نعم من خلال بيانات التي نشرت في 2016 كان أحر عام سجلة في التاريخ المدون يعني منذ بدأنا نسجل المعطيات المناخية 1880 تقريبا أحر سنة ومن المؤكد أن 2016 سيكون أحر سنة أيضا سجلت في التاريخ فهذه أيضا من المعطيات المناخية الهامة أهم حدث وسميته أنا بالتاريخ فعلا لأنه أول مرة يحدث ولأنه بعد فترة يعني بعد بضعة عقود سيغير أو يمثل قفزة نوعية في علم الفلك وفي دراسة الكون بشكل عام وهو اكتشاف أو الإمكانية رصد أو القدرة على رصد أمواج الجاذبية كانت هذه التجربة الكبيرة لايغو يعني ذراعين أربع كيلو متر كل واحد شرحنا هذه المسألة أول مرة تكتشف أو تحصل على بيانات لاستضام واندماج ثقبين أسودين كبيرين يعني كل واحد فيهم حوالي ثلاثين مرة كتلة الشمس يعني لا يزيد قطره عن حوالي مئة مئتي كيلو متر يعني هكذا جسم رهيب جسمان اندماجا على بعد أكثر من مليار سنة ضوئية وتم تسجيل هذا الحدث هنا على الأرض بل حوالي ستة شهور بعد ذلك أعلن فريق لايغو أنه تم أيضا تسجيل حدث ثاني لثقبين أصغر منهما وهذا يعني أننا رفعنا من قدرات اكتشاف هذا النوع من الأحداث بل تم توقيف الجهاز أو الأجهزة هذه لمدة عدة شهور لرفع قدراتها وقد أعيد انطلاق هذه التجربة وهذه القياسات ونتوقع أن خلال سنة 2017 ستكون هناك أعداد أكبر ربما عشر عشرين اكتشاف لهذا النوع من الأحداث وستمثلوا نافذة جديدة نحو العالم يعني قبل كنا ننظر إلى العالم فقط بأعيننا ثم صرنا ننظر إلى العالم بالأجهزة ولكن فقط في الضوء المرئي ثم وسعنا هذا الضوء وصرنا ننظر إلى العالم بأجهزة في كل الطيف الكهرومغناطيسي من الراديو إلى القاما بما في ذلك طبعا ما تحت الأحمر وما فوق البنفسجي والمايكرو موجي وإلى آخره والآن نضيف نافذة جديدة ننظر إلى العالم عن طريق الأمواج أمواج الجاذبية فهذا وإن لا يزال الآن محدودا جدا لأن قدراتنا لا تسمع إلا برصد اندماج ثقوب سوداء كبيرة ولكن كما قلت بعد عقود بعد عشر عشرين سنة وستكون هناك تجربة في الفضاء تقوم بنفس العملية هذه سوف نستطيع أن ندرس أحداث كثيرة جدا عن طريق أمواج الجاذبية فقط بدون النظر إلى أي نوع من الأمواج الكهرومغناطيسية سواء كانت مرئية أو غير مرئية المسألة الثانية التي كانت تطورا هاما جدا هذه السنة وهو مواصلة اكتشاف الكواكب الخارجية الكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية وقد زاد عددها الآن عن حوالي ثلاثة آلاف عن طريق المرصد الفضائي كيبلر بل الأهم من هذا أننا الآن صارت لدينا أعداد معقولة يعني على الأقل حوالي عشر عشرين كواكب شبيهة بالأرض عموماً بل بعضها أصغر حتى يصل إلى حجم أو كتلة المريخ وبعضها أكبر من الأرض بل الأهم من ذلك أننا صارنا الآن نكتشف كواكب شبيهة بالأرض تدور حول النجوم فيما يسمى بالمنطقة القابلة للعيش أي المنطقة التي تكون فيها درجة الحرارة قريبة من الصفر بمعنى أن الماء إذا وجد الماء فسيكون سائلاً وما دامت هذه الكواكب ذات أحجام وكتل متوسطة مثل الأرض فنتوقع أن يكون لها غلاف جوي وإذا كان لها غلاف جوي وكان الماء سائل فاحتمال وجود الحياة يكون عالياً بل هناك تطور هام جداً حدث هذه السنة وهو أننا استطعنا لأول مرة على الأقل على كوكبين أن ندرس مكونات الغلاف الجوي مش فقط أننا نعرف أن عليه غلاف جوي نثبت أن هذا الكوكب عليه غلاف جوي وإن كان على بعد عشرات السنوات الضوئية يعني مئات الآلاف مرات أبعد من المشتري وزحل وبلوتو وغيره بل أننا نكتشف مكونات الغلاف الجوي هذا وهل يحمل مثلاً أوزون، ميثين، ثاني أكسيد الكربون وربما أكسجين وغير ذلك مما قد يشير إلى إمكانية وجود الحياة التطور الهام جداً أو الحدث الكبير وهو حدث متعدد الجوانب هو هذه الثورة الوراثية الكبرى جينتيك سايينس، جينتيك إنجينيرينغ، الهندسة الوراثية ولها عدة تطبيقات أولاً ربما سمعتم أن منذ حوالي شهرين ثلاثة كانت هناك أول ولادة لطفل يحمل جينات ثلاثة أشخاص ليس فقط والدين الآن صار عندنا أطفال يولدون لهم ثلاث أولياء أمور ثلاث أشخاص قدموا لهم أجزاء من الكمية الوراثية يعني الجينتيك كود لماذا ثلاثة؟ لأن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم مشكلة في الجانب الجيني الوراثي في الميتوكوندرية الميتوكوندرية هي جزء من الخلية ليست النواة النواة التي نعتقد عموماً أن فيها المادة الوراثية ولكن أيضاً هناك الميتوكوندرية هذه يعني للتبسيط ممكن نسميها مصنع الطاقة في الخلية ما ينتج الطاقة للخلية هذه أيضاً تحمل جينات هذه معظم الناس لا يعرفون هذا الكلام وأحياناً تكون هذه الجينات فيها مشكلة وتحدث أمراض ويموت الناس يعني مثلاً هذا أول طفل الذي ولد بتقنية عملت على هذه العملية الثلاثية كان لأبوين من الأردن الحقيقة وذهب إلى ومات الطفلين الأولين لأنه عندهم مشكلة في الجينات فذهب إلى أمريكا وفي أمريكا قالوا لدينا إمكانية أن نغير جينات الميتوكوندرية ولكن هذه العملية غير مسموح بها هنا في أمريكا مسموح بها في المكسيك يلا نذهب إلى المكسيك فنأخذ ماذا؟ نأخذ خلية شخص آخر امرأة ثالثة لها ميتوكوندرية سليم طيب ننزع منها النواة الخلية ونأتي بنواة خلية الأم الحقيقية هذه الأم الأردنية نضعها هنا ثم نأتي بهذه الخلية الآن صارت مزدوجة من امرأتين ونلقحها بمني الأب هكذا صار عندنا ثلاثة وبهذه الطريقة صار عندنا أطفال بل هذه الأطفال ذوي ثلاثة أشخاص يعني ناتجين من ثلاثة أشخاص بل هذه التقنية الآن صارت مسموح بها في بريطانيا ويعتقد أنه سيسمح بها في أمريكا وفي أماكن كثيرة جدا هذه قفزة ولها اعتبارات أخلاقية ممكن دينية إلى آخره هامة جدا يجب أن ينظر إليها الإنسان كريغ فانتر ربما تعرفون كريغ فانتر وهو الذي يعمل على ما يسمى سينثاتيك لايف سينثاتيك لايف أنه يصنع هو في المختبر جينات اصطناعية هذه الجينات الاصطناعية منذ سنة أو سنتين وضعها في خلية واشتغلت هذه الخلية نزع منها النواة ووضع فيها النواة الاصطناعية الجينات الاصطناعية هذه الجينات تحمل كود تحمل برمجة تقول للخلية افعلي كذا وكذا وبالتالي تعطيها الخواص التي تبرمج بها واشتغلت هذه الخلية بشكل سليم بالخواص التي برمجت لها الآن كريغ فانتر يقول سأقوم بنفس العملية هذه بإعادة حوالي أو محاولة إعادة صناعة الجينوم البشري كل الجينوم البشري وهو شيء يعني رهيب جدا وهذه يعني لها تداعيات هو لم ينجح لحد الآن ما زال يعني في خطوات لكن يقول سأقوم بهذا خلال بضعة سنوات سأصنع لكم الجينوم البشري وإذا استطعت أن أصنع الجينوم البشري ممكن أعدل فيه ما أريد يعني أغير لك أنا خاصيات كذا وخاصيات كذا هو يقول سيكون لها تطبيقات طبية رهيبة طبعا يعني أي أشخاص لديهم أمراض معينة نشيل منهم هذا الجين اللي في هذا المرض ليحمل المرض مثلا سرطان سرطان السجي أو إلى يعني الأمراض المعروفة التي يعني تنتشر أكثر بطريقة الوراثية وأعودها لكن ما الذي يمنع أني أغير يعني أي خاصيات أخرى وصير أتحكم أنا في البشر الذين يولدون إلى آخره أيضا من الناحية الجينية كانت هناك اكتشاف هام جدا وهو أن التحليل الجيني لمعظم البشر في العالم الآن أو لعينة كبيرة جدا من البشر عبر العالم أثبت أن كل البشر أينما كانوا الآن هم أبناء إفريقيا هم خرجوا من إفريقيا هذه يعني نظرية أوتوف أفريكا أو فكرة أن البشر خرجوا من إفريقيا والبشر الأولين كانوا في إفريقيا الآن تم إثبات هذا من الناحية الجينية الوراثية أنهم كلهم يحملون جينات مصدرها الأول إذا عدنا إفريقيا بل يمكن تحديد متى خرجوا من إفريقيا وتم تحديد هذه الفترة إلى حوالي خمسين ألف إلى ثمانين ألف سنة قبل اليوم هناك أيضا تطورات هامة من الناحية التكنولوجية بعضها إيجابي وبعضها سلبي من الناحية الإيجابية أن مثلا شخصا وضعت له تشيب يعني خلية هكذا إلكترونية في دماغه وصار يستطيع وهو مشلول الذراعين والرجلين مشلول تماما كودريبلاجيك يسمى هذا جسمه يشتغله لكن لا ذراعين ولا رجلين وبهذه الطريقة يعني صار الآن يستطيع أن يرسل إشارات إلى ذراعه وإلى رجليه بل صار يتحكم وفي أصابعه هكذا بطريقة يعني دقيقة جدا وهذه قفزة طبعا لأنها ستغير حياة كثير من الناس المعاقين المصابين بهذه الطريقة الصين دشنت أكبر تليسكوب راديو في التاريخ قطره 500 متر هذا يعني سيعطينا أيضا معطيات وصور ومعلومات رهيبة عن الكون في السنوات القادمة سبيس أكس شركة إيلون ماسك جربت بنجاح عملية إطلاق صاروخ ويعود إلى المنصة إلى أي منصة أراد في البحر أو في المحيط وهذه عملية أيضا قفزة تكنولوجية هامة جدا سوف تخفض تكاليف الرحلات الفضائية وسوف تغير مجرى الاستكشاف الفضائي والذهاب إلى أينما نريد إلى آخره في الصين أيضا تم استبدال رأس قرد برأس آخر وعاش عاش بطريقة عادية يعني الآن أتينا له برأسه دماغه وأعينه وأذنه شلناها هكذا كلها وحطيناها في جسم آخر يعني مسألة لا يكاد الإنسان يتصور ما معنى هذا الكلام وهذه القدرة يعني ما تتطلبه من جراحة وما تعنيه من إمكانيات طبية في المستقبل لكن هناك تطورات أيضا سلبية من ناحية التكنولوجية ومن ناحية حياتنا مثلا أنه تم تقدير أن عدد الأنواع الحيوانية أو الحية الأجناس الحية ذات الفقرات التي تحمل عمود فقري من حيوانات مختلفة إلى آخره هذه لحد الآن حوالي 58% منها اندثر خلال 50 سنة الأخيرة 50 سنة فقط قضينا على أكثر من نصف الأنواع المعروفة على الأقل بل أنه في خلال الأربع سنوات القادمة يعني مع حلول سنة 2020 سوف يكون ثلثة هذه الأنواع قد اندثر من جراء ما نقوم به في الطبيعة وفي البيئة في المقابل تم اكتشاف أو تم تقدير أن ما نعرفه من الأجناس ما نعرفه من الأجناس لا يزيد عن واحد من مئة ألف يعني مئة ألف جنس موجود في الطبيعة أنا ما اكتشفت أو ما أعرف منهم لحد الآن إلا واحد طبعاً هي معظمها بكتيريا وأجناس يعني بسيطة جداً خلايا عادية خلايا متعددة أعشاب إلى آخره لا نعرفها ولكن معناه أن الطبيعة فيها كثير أشياء لم نعرفها لحد الآن ولا يزال الاكتشاف كثيراً موجود كثيراً آخر معلومة وهي للأسف معلومة يعني مخيفة إلى حد ما هي أنه تم تقدير أن مع حلول سنة 2050 سيكون 6.2 مليون بشر سوف يموتون من جراء التلوث من جراء تلوث الهواء لماذا تلوث الهواء؟ لأن اكتشفنا الآن أن تلوث الهواء فيه جسيمات دقيقة جداً يعني قطرها أقل من المايكرون وهذه مؤثرة كثيراً لا نحس بها ولا ننتبه إليها ولكن الآن زاد عدد الناس المصابين بالربو زاد عدد الناس يعني مصابين بأمراض كثيرة جداً ربما سمعتم أن قبل بضعة أسابيع مدينة باريز لمدة أسبوع أو أكثر انتقلت إلى نظام السيارات سير السيارات بالنظام أعداد اللوحات المزدوج يعني اللي أنا سيارتي رقم لوحتها ينتهي بعدد فردي يحق لي أن أسير اليوم اللي عدد زوجي لا يحق له أن يسير اليوم والغداً بالعكس بل سمحت باستعمال النقل الجماعي public transportation مجاناً لكل الناس في مدينة باريز لمحاولة التقليل من التلوث الصادر من السيارات أيضاً مدينة لندن ومدينة مدريد ومدينة برلين وعدد من المدن قررت أنها خلال خمسة إلى عشر سنوات القادمة ستمنع كل سيارات الديزل كل سيارات الديزل منعاً باتاً مرة وحدة لأن الآن صار هناك تلوث يعني رهيب جداً وهناك مدن معروفة يعني بيجينغ مدن ميكسيكو والدور علينا حقيقة يعني على المدن الكبرى والسيارات المستخدمة يعني بشكل كثير جداً فهذه يجب أن نضع لها فرق للدراسة والاعتناء بهذا الموضوع لأن مستقبلنا وعيشنا على الأرض هذا يعني في خطر أو على الأقل صحتنا في خطر أرجو أن أكون قد أعطيتكم يعني فكرة مختصرة عن أهم الأحداث وأهم التطورات والاكتشافات والاختراعات وحتى التطورات السلبية العلمية والتكنولوجية خلال 2016 شكراً لكم على المتابعة والسلام عليكم